موجز لأهم الأنباء من قناة حلب اليوم أهلا بكم قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون جراء قصفا جوي روسي استهدف منازل المدنيين في بلدة معرة النعسان بريف إدلب الشمالي وفق ما أعلن عنه الدفاع المدني السوري وأفاد مراسل حلب اليوم بإلقاء الطيران المروحي التابع للنظام عشرات البراميل المتفجرة على مدن وبلدات كفرنبل وحاس وكفر روما وحزارين وبسقلاء في رفي إدلب الجنوبي طلب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار روسيا بالضغط على النظام لوقف ضرباته الجوية والبرئية مؤكدا استمرار الدوريات التركية الروسية المشتركة في سبيل إنشاء المنطقة الآمنة وأضاف أكار أنه رغم بعض التصريحات الشفوية والمكتوبة سابقة من الروس بأن عناصر قصد قد غادروا تماما من المناطق الشمالية إلا أن بعضهم ما زال موجودا هناك وفق قوله قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية أنه من المتوقع أن يستأنف نحو 500 جندي أمريكي في شرق سوريا العمليات ضد تنظيم الدولة في الأسابيع والأيام المقبلة وأضاف ماكنزي أن نية بلاده تنصرف إلى البقاء في هذا الوضع والعمل مع قصد لمواصلة العمليات ضد تنظيم الدولة أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون أن اللجنة الدستورية السورية ستستأنف اجتماعاتها في 25 من شهر تشرين الثاني وبدعم من مجلس الأمن الدولي ولم يوضح المبعوث الأممي طبيعة الدعم التام الذي تلقاه وفقا لتعبيره مضيفا أن الأمور في هذه المرحلة أصبحت أفضل بكثير مما توقع بدأ منظم الرحلة السياحية الروس بتنظيم جولات سياحية إلى سوريا رغم تحذيرات صدرت من قبل السلطات الروسية لمواطنيها بتجنب السفر إلى سوريا وذكرت شبكة بي بي سي أن الشركتين بدأت بتقديم برنامج للرحلات يتضمن زيارة مدن سوريا تنطلق من العاصمة اللبنانية بيروت مشيرة إلى أن تكلفة الجولة تبلغ 1950 دولار أمريكي أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الحدود مع سوريا ونقلت وكالة عمون الأردنية عن مصدر عسكري في الجيش أنه بعد تفتيش المنطقة الحدودية تم ضبط عدد من الأكياس تحوي 262 ألف حبة من نوع كبتاجون و2660 حبة نوع ترامدول مشيرة إلى أنه تم تحويلها إلى الجهات المختصة ختام الموجة شكرا لحسن المتابعة يأتيكم بعد قليل على قناة حلب اليوم برنامج قضايا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر